اشتركوا في القناة على الصيام ولكن اليوم بالنسبة لك النظام الغزاء اذا كان مشغول مضبوط هو كتير صحي وكتير مفيد اولا نعيد اخواننا المسلمين والمسيحيين كمين لانه بالنستيجة عم يشتركوا كلهم بالنظام ذاته انا بعتبر دايما انه حكينا عدة مرات بهالموضوع انه الصيام خصوصا الصيام برمضان شي مفيد جدا على اصعدي تلاتي على القديدة على الاصعيد الجسدية الصحية يعني وعلى الصعيد النفسي وعلى الصعيد الروحي بفتكر هاودي الاهداف كان المقصودة وقت الي امر فيه للصيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيام بفتكر ضرورة بحياتنا وخصوصا حياتنا العصرية اللي هي صارت مكنة ماشيين فيها وما بنعرف شو عم ناكل شو عم نشرب شو عم نرتاح شو عم نفكر شو عم نكتب كله عجقه بعجقه مكنات سيرة وعم نسابق بعضنا ما بنعرف وين بنوصال بعد المرات نوصال على المهوار ومندفوش بعضنا تنوصال اكتر على المهوار فالصيام مفيد جدا مفيد جدا خصوصا اكيد على السعيد الطبي اللي انا بقدر تفوت بتفاصيله اولا نحنا فينا نقول نسأل اذا كان هالصيام مسموح لكل الناس مثل ما بتعرف انه صيام عند المسلمين امر الزامي ابتداعا من سن البلوغ لاخر الحياة طالما انه الانسان عنده فكر بعمره يعني يسمح له يقدر ويعرف شو عم يعمل وطالما انه صحته بتسمح له هالشي هيدا اذا الا بيبلش بسن البلوغ يعني تسع سنين عشر سنين عند الصبية وحداش ناش عند الشاب عند الصبي بيبلش السيام هو انقطاع عن الاكل والشراب كليا والتدخين من الصبح يعني من بزوغ الفجر لحتى غياب الشمس يعني عم تحكي معدل 14 ل 16 ساعة سيام هيدا بيطلب مجهود وبيطلب نوية بيطلب مخططات يعني بده يحد ياخد قرار انه عم يعمل هالشي ومقتنع فيه واساسا الاساس الابل الصيام هو النية الصيام مشان هاك انا اكتر اصحاب المسلمين بدعي لهم انه يكون شهر النوايا الحسنة النوايا الطيبة والاعمال الخيرية لانه النية هي اساس وخصوصا بليلة البداية الرمضان يعني اذا بلاشنا رمضان بلوما نكون نحن محضرين حالنا قبل كل شي نفسيا وروحيا انه نحن بنعمل هالشهر مشان اهداف دينية والاخرية ما بتنجح القصة ومنها مقبولة ما بتقوم فازا لازم نوصل نوايا بالاعمال الطيبة وهذا بيكون اول افادة من شهر رمضان هال بها الفترة هاي دي الانسان بده يخفف شوي نشاطه الرياضة نشاطه الحركة البدنية نشاط العمل بس ما بيمنع ابدا انه يعمل يعني بيقدر يعمل اشغال خفيفة بيخفف الرياضة بس بده يضل مواظب على حركة دائمة خلال النهار يعني من كل ساعة ساعتاني يتحرك عشد دائق ربع ساعة يشرب مي بفترة الليل الكتير بده يعود عن فترة النهار فاذا لا بده يأكل ولا بده يشرب ولا بده يدخن وكمان الاعمال الجنسية موقفة بهالفترة هاي دي ولكن النظام الغذي هاي دي اللي توقف 14 ساعة وفجأة بده يبلش اكل كيف بيأثر على انسان الاكل بده يكون الافطار يعني له اصول كتير اذا طلعنا منها الاصول اللي هلأ بدي اشرحها بنكون عم نعمل اخطاء عديدة وهذا اللي مع الاسف ساري بكل الدول كل أنا الدول عم بتتواصل معهم بشوف انه عم بيتكبوا الاخطاء زيتها الافطار بده يبلش بكميات قليلة من الماي مستوية يعني كاسة شاربة كبية مية منشربها كل نتفي كل خمسة داي بلعة الى اخره وبعد نص ساعة مبلش ناكل لقمي لقمي مش متل ما عم بيصير ومتل ما بيشوف وقتل انعزمت على افطارات انه منوصل ومنهجم على الطاول ومنفضيها بزرف سريع هيدا خطأ كبير وهيدا خطأ اولا صحي لانه الجهاز الهضمي ما بيحب ابدا انه بعد 14 15 16 ساعة انقطاعا الاكل والشراب تجي تحطي له كميات كبيرة من الاكل وخصوصا انه اكتر المرات عم بيكون على الطاولات تبع الافطار اكل دسم ومنوع كتير وسخي وفي حلويات كتير وفي ناشويات كتير يعني كل الاكل الصعب هضمه فلذلك اول قاعدة بالافطار هو الابتداء تدريجيا بكميات المي السوايل وثم الاكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبلش بكم حب التمر وينطر وبعدين يأكل الانتين ثلاثة وإلى آخرين هيدا منسميه الافطار وهيدا بعدين بيتبلش فترة الليل واجبة الافطار بتكون كمان معقولة يعني ممنوع الشراهة بالاكل انه بنعود عن كل النهار هيدا بيكون خطأ ديني يعني كأنه خسرت اللي عملت بروفيسور نحن ناخد وقفة من رجع عن تباعتنا وليك بروفيسور جوجل حشد بطرس معنا إذن اليوم بي سانتي كنا بلاشنا نحكي عن النظام الغذائي خلال فترة الصوم صوم شهر رمضان المبارك اللي بيستمر يعني ساعات الصوم لتقريبا 14 ساعة لنشوف الجسم كيف يرجع يتقبل الأكل عن جديد شو أول شي لازم نعمله دكتور فإذا مثل ما بلاشنا وراح نكفي ومهما صار بدنا نوصل للرسالة أكيد فإذا الأفطار لازم يكون فعلا مدروس وراي وبتدين بدي أقول بتدين لأنه إذا فلتنا على أكل خسرنا كل الإفادة الروحية والدينية هي مفروض ترفقنا كلها الفترة من ناحية الهضمية ومن ناحية الصحية لازم يكون متدرج لأنه مثل ما سبق ومبافئة راحت أما بعدها موجودة بالقسم الأول الجسم الجهاز الهضمي المعدة ما بتحب أبدا أنه بعد 14 15 16 ساعة سيام كل من مي إلى أكل إلى إخري نجي نعطيها كميات كبيرة من الأكل وسريعة فلذلك نحن منقول ومنصر وهيضا منطلب طلب لكل المؤمنين وطلب عام لعطول أنه الإفطار يتبع الأوانين والإرشادات المنصوحة من الأول وهي أنه نبلش بشوية سويل نقطة ماء كبية ماء كبية شربة منشرب على مهن وبحرارة معتدلة لقمتين حبتين ثلاثة ثمر ومنوقف شوي يعني منوقف 30 35 40 دقيقة ومنرجع منقعد ومنأكل ساعتها ونعمل ووجبتنا ووجبتنا بتكون كتير ريئة ومعتدلة كمان لو أنه جاي بعد 15 ساعة الصوم وبتضمن شي معقول يعني كامل وقعة كاملة بس أكيد لازم نبعد عن الطولات السرية يعني تدعو إلى الكراهية أكثر منها للمحبة وما ننسى دايما نحن وعن ناكل نفكر باللي ما بيقدروا يأكلوا باللي ما عندهم يأكلوا هايدي من الرسائل رمضان المبارك هايدي ضرورية دايما يتذكر هو هالواجبة هايدي لازم تتضمن لكين بعد هالبداية صغيرة بالأول أبو عشدا ربع ساعة ومنا اشتاح شوي بنأكل وقعة كاملة تتضمن مثلا طبق لحمة 150 200 جرام سمك مرة مرة تجيج مرة مع صحن حموص صحن بتنجين إلى آخر وخضروات وخضروات عديدة يعني كل شي فينا نتصور خضرة خالها تكون موجودة لأنه أولا الجسم بدوا إياههم بدنا نعطيه نحن ألياف كمان بكمية كبيرة بدون ما نعطيه كالورية ومواد صعبة لهضم بعدين ننهيها بشوية محليات بس مش أكيد صدر كنافة ولا نص كيلو بقليوة قطعة من هادي قطعة فواكة بيكون أفضل منضلنا هيك مبدئيا للصحور نرجع للصحور السحور هو الوقع المهم كتير ويركز عليها النبي محمد صعام أنه لازم هو ينهي فترة الأكل يعني وليزم نوقف عنده بزوغ الفجر مش عند طلوع الشمس عند بزوغ الفجر يعني وقت اللي بيبين أول خيط أبيض بالسماء وهالصحور هيدا وقعة مهمة كتير لأنه هيدا بتعطيكي غزاء على فترة 14-15 ساعة اللي جاي تتضمن كمان هون إشي معقول لقمة لبنة صحة لبنة كم حبة تمر شوية ننسى الماء كتير إذن إذن السحور يعني بيكون ترويئة مثل غير لو كان بنبعده في هالقدي فترة صوم مظبوط هو السحور هو مهم جدا أنا بركز عليه مع ندفت مع بيضة أو بيضتين إلى آخرين لأنه هيدا بدو يعطيكي الغزاء والإنرجية القوة الكافية لها الـ 15-16 ساعة اللي جاي هلأ نحنا بالنسبة لأنه فترات للإفطار بتكون أقصر أو أطول حسب إذا كان الطويلة حتى ما يصير فيه الخطأ السيد أنه بين الإفطار والصحور نقضيها ناكل وننام نرجع نقوم ونناكل وننام يعني نقضيها عم ناكل ونشرب ننصح نحنا بعد الإفطار يوقف الأكل لا ساعتين ثلاثة يعني بحدود الساعة 12 واحدة مثلا 11 11 ونص يعمل وقعة تانية يعني يكون نرجع للذكر الغذائية تبع جسمنا اللي هي ثلاث وقعات أكيد كله بدي يكون معتدل وخفيف وعملنا وكله مترافق بكميات كبيرة من السوائل وخصوصا المال مع العلم أنه الأكل والنوم يعني منه كثير منيح للجهز الهضمي لا لكن النوم ضغري يعني بس أنه أفطار بساعتين ثلاثة ينعز شوي ويرجع منها ما ننسى أنه بها الفترة هايدي العائلة يعادين مع بعضهم عم بيحكوا بيتسلوا ما فيها النعاش وما فيها الضجر بقى هيدا يعني القواعد الأساسية تبع الأفطار والصحور قبل الإمثال بالإفادة الإيجابية للجهز الهضمي بهالنوع من الصوم هلا أنا عدا الشيء المكتوب بالكتوب والمقالات عن هالموضوع بدل أحكيكي عن خبرتي أنا قلي بواحد وعشرين سنة بلبنان وعم شوف الحمد لله مرضى كتير من الطايف الكريم الإسلامية ومن غير طوايف أكيد أنا بشوف أنه الموضوع مهم جدا لأنه كتير عندي مرضى مثلا كان عندهم سكر يتحسن كان عندهم ضغط تحسن كان عندهم كوليستيرول تحسن والعلامة والإشارة الأكبر والأوضح هي فقدان الوزن بس كل هود الفوائد ما بتصير إلا إذا اعتمدنا الأواعد الصحية الغذائية اللي حكينا إيها هلأ يعني إذا جينا نحنا بوقع وحدة طبع الإفطار عوضنا لأربع وعشرين ساعة السابقة مرة وحدة يعني بدنا ننقذى يعني عم بقولك حتى السكر يدروا يتحسن وهذا شيء دقيق كتير مش عم بقول أنه كل مرضى السكر اللي لازم يعملوا هاي دي كمان لازم ننظر بحالات المرضى إذا بيسمح لهم السيام أما لا عم بسأل بروفيسور لأنه عندك كتيب صوموا تصحوا هل قديم مهمة للصحة يعني توقف عن الأكل نعم بيعطي تفاصيل كافية برأيي وكتيب صغير بيعطي تفاصيل بقدر يساهم بتوعية المؤمنين حتى يستفيدوا إفادة كاملة من هالشهر الفضيل وما يضروا حالهم بالعكس يستفيدوا مثل ما قلنا صحيا وروحيا ونفسيا أنا عندي ناس كتير كان عندهم ضغط بيلعبوا بيطلعوا بينزلوا أعصاب موترة وياخدوا حبوب والآخرة إذا عملوا هالشهر هذا بنظام مدروس ومعقول كتير بيستفيدوا ما في أمراض لقابت يعني ما بيقدر المريض فيها يكون عم يصوم بلى أكيد في أمراض وخصوصا الأمراض المزمنة الأمراض الخطيرة بالقلب بس كله هذا لازم يصير بالتفاهم مع الطبيب المختص بالموضوع وبرأيي ما في حالات كتير تمنع عن السيام أكيد لازم يكون السيام مواعي يعني عند المسنين إذا عندهم ضياع عقل أو ذاكرة الأفضل لا لأنه يجب يكون ويعي ومقصود وفي نية لها بروفيسور جورج الحج بوترس أهلا وسهلا فيك أخصاء أمراض كبد وجهز هادم والأكيد رمضان كريم للجميع وسهلا مبارك شكرا لك أهلا وسهلا فيكم وفي هلأ نرجع من تابع لايف ترجمة نانسي قنقر